الزحام شديد من أجل الحصول على حصة غذائية فقد دفعت الحرب المستعرة ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة وأصبح همهم الوحيد في كيفية تأمين وجبتهم القادمة لزيغراندي منسقة شؤون الإنسانية في اليمن بدورها أكدت أن ثمانية مليون وأربعمائة ألف شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة وأن غالبيتهم يأكلون مرة واحدة كل يوم غراندي أكدت أن 75% من سكان في اليمن أي ما يعادل 22 مليون شخص هم بحاجة ماسة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بمن فيهم أكثر من 11 مليون طفل وهي نسبة لا توجد بأي دولة أخرى في العالم تقارير المنظمات الإغاثية تؤكد بأن معدل سوء التغذية لدى الأطفال ضمن أعلى المعدلات في العالم ويحتاج أكثر من 3 ملايين شخص من الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة إلى الدعم الغذائي أو لعلاج سوء التغذية البعض قد يحالفه الحظ ويحصل على ما يسد جوع أسرته لأيام لكن القضاء على هذه المخاوف الدائمة متوقف على قطع دابر شر الميليشيات التي تنفخ في نار الحرب دون التفكير في العواقب وحتى ذلك الحين يبقى الأمل كل ما تبقى لهؤلاء المساكين ومحيا هذا المسن يخبر بأن العيش أضيق لولا فسحة الأمل ترجمة نانسي قنقر